أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية أن أداء القطاع العقاري في مملكة البحرين لا يزال محافظا على جاذبيته الاستثمارية واستقراره في مؤشرات نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي التي يتوقع أن تتراوح ما بين 5 إلى 6% بحلول نهاية العام الجاري وأضف معاليه أن المؤشرات الإيجابية التي كان ولا يزال يتمتع بها القطاع العقاري بوصفه واحدا من بين أهم عشرة قطاعات غير نفطية تساهم بفاعلية في الناتج المحلي الإجمالي ما هي الأنعكاس للاهتمام الذي يحظى به هذا القطاع في ظل المسيرة المباركة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعى وللسياسات الحصيفة التي تنتهجها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعى ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ناب القائد الأعلى الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعى وكان معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة قد تفضل بافتتاح الدورة الثانية عشر رسميا لمعرض البحرين الدولي للعقارات بايبيكس 2019 الذي تنظمه جمعية المهندسين البحرينية بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات في الفترة من السابع ولغاية التاسع من ديسمبر الجاري وذلك بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء والمسؤولين والمدعوين وبهذه المناسبة قال معالي الشيخ خالد بن عبد الله يعتبر بايبيكس على الدوام مرآة تعكس وضع سوق المملكة العقارية المتنامية ويجسد كذلك التزام كافة الأطراف ذات العلاقة بأن يحافظ هذا السوق على قوته واستقراره وجاذبيته وقدرته على تحمل مختلف الظروف ونحن بدورنا نثمن عاليا دور جمعية المهندسين البحرينية واللجنة المنظمة والشركات العارضة على التزامها جميعا بتنظيم هذا المعرض المتخصص والمشاركة فيه سنويا في حدث ينتظره جميع المهتمين بالاستثمار العقاري من داخل وخارج البحرين للأطلاع على ما يوفره السوق من فرص حالية ومستقبلية وتابع معاليه بالقول لقد مر القطاع العقاري في مملكة البحرين بالعديد من المراحل التنظيمية والإدارية حتى بلغ ذروته بالمصادق على أول قانون شامل ومعني بتنظيم هذا القطاع وهو القانون رقم 27 لسنة 2017 الذي أذن بمباشرة مؤسسة التنظيم العقاري لاختصاصاتها والتي نتابع تقدم سير العمل فيها لا سيما مع قيامها ومنذ إنشائها وحتى يومنا هذا بإصدار أكثر من 1400 رخصة لمدراء العقارات ووكلاء المبيعات والوسطى والمطورين واتحادات الملاك وشدد معاليه على أن حركة السوق العقارية المستقرة والمعززة بأرضية تشريعية صلبة وبئة رقبية واعية في مأمن إلى حد ما من أن تصاب بالركود لا سيما مع وفرة المعروض وتنوع الخيارات الشرائية وملائمتها للقدرات المالية المختلفة والتي يمكن التعبير عنها بارتفاع القروض العقارية الممنوحة من البنوك والمصارف العاملة في مملكة البحرين حتى أكتوبر 2019 مقارنة بمجمل العام 2018 بنسبة تقدر بحوالي 5% أي من مليار و 797 مليون دينار عام 2018 إلى مليار و 888 مليون دينار حتى أكتوبر 2019 ويصاحب ذلك توقعات بزيادة عدد العقارات التجارية حتى العام 2022 بنسبة 33% وأردف معاليه قائلا تحرص اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية على أن تتابع في اجتماعاتها أسبوعيا حركة أصدار تراخيص البناء لجميع المشاريع في مملكة البحرين الاستثمارية منها والسكنية والصناعية والتجارية عبر نظام بنايات الذي دشنه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في عام 2018 والذي حققت البحرين من خلاله تقدما ملحوظا في مجال إصدار تراخيص البناء بحسب تقرير البنك الدولي الأمر الذي ساهم في رفع تصنيف المملكة لتصبح في المركز السابع عشر عالميا في سهولة إصدار تراخيص البناء بارتفاع وقدره أربعون مركزا مقارنة بالعام الماضي وأوضح ما علينا الأحصائيات الصادرة عن المركز البلدي الشامل التابع لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تشير إلى وجود ارتفاع ملحوظ في حركة إصدار تراخيص البناء لمختلف المشارع إذ بلغ عدد رخص البناء الصادرة حتى نهاية العام 2018 ما مقداره 7092 رخصة في حين ارتفع عدد تلك الرخص حتى نوفمبر 2019 إلى 7465 رخصة وهما يمثل زيادة بنسبة 5% وجدد معاليه دعوته إلى المكاتب الهندسية المرخصة في مملكة البحرين بمواصلة تقديم ملاحظاتها التطويرية إلى الجهات الحكومية المختصة بما يمكن القائمين على النظام من إدخال التحديثات اللازمة على نحو يحقق للنظام وللمتعاملين فيه الهدف المرجو منه وهو سرعة إصدار تراخيص البناء والالتزام بالحد الأقصى الذي يستغرقه الطلب عند الجهات الحكومية لابداء أي ملاحظات عليه وهو خمسة أيام عمل من جانب آخر وفيما يتعلق بملف مشاريع التطوير العقارية المتعثرة الذي تتابعه اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية قال معالي الشيخ خالد بن عبدالله أعلنت اللجنة الوزارية منذ تسلمها هذا الملاف عام 2015 والأعوام الذي تلته عن رفع حالة التعثر عن العديد من مشاريع التطوير العقاري التي أحيلت إليها من مجلس الوزراء الموقر كما قررت اللجنة إحالة البعض الآخر من تلك المشاريع إلى اللجنة ذات الصفة القضائية لتسوية مشاريع التطوير العقاري المتعثرة ومن المؤمل أن يعلن قبل نهاية العام الجاري عن رفع حالة التعثر عن أحد مشروعين تتابعها اللجنة حاليا وهو مشروع فيللمار في حال التزم المطور باستكمال المشروع وتسليم الوحدات إلى ملاكها بحسب الخطة وفيما يتعلق بمشروع المدينة الأنيقة الذي قرر مجلس الوزراء في نوفمبر الماضي حالته إلى اللجنة الوزارية لدراسته ضمن المشاريع المتعثرة علق معاليه قائلا تعكف اللجنة حاليا على حصر ديون هذا المشروع والالتزامات والحقوق فيه أملا في التوصل إلى القرار المناسب الذي يضمن إرجاع الحقوق إلى أصحابها لا سيما وأن المطور قد استكمل ما نسبته 85% من المشروع من جانبه عرب الدكتور ضياء توفيقي رئيس جمعية المهندسين البحرينية عن بالغ شكره وتقديره لمعالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة وذلك لدعمه الكبير للقطاع العقاري في مملكة البحرين والذي يشهد نموا ملحوظا بالإضافة إلى رعايته المستمرة للمعرض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نماذج عقارية عصرية متميزة يطرحها معرض البحرين العقاري 2019 يقدم خلالها العديد من الخيارات التي تتناسب مع تطلعات المهتمين بالتملك في هذا القطاع المواطن العادي يجد كل احتياجاته من أفكار من مشاريع سكنية وليست اسكانية وأحنا كمسؤولين أيضا هذا المعرض جدا مهم بالنسبة لنا كون عامل مشترك بيننا وبيننا قواصة مشتركة من حيث المنتجات ومن حيث أيضا منتجات التي تساعدنا وتساعد المواطن في آن واحد الحصول على الخدمة الإسكانية من خلال المنتجات المصممة خصيصا للدخل المحدود وتراعي فيها أيضا أعلى معايير البناء وبكلفة إن شاء الله تكون اقتصادية خيارات اسكانية متنوعة يقدمها المعرض تتيح الفرصة أمام الراغبين في الحصول على بيت العمر بما يتنسب مع خططهم المستقبلية احنا طبعا نشارك كل سنة في معرض بايبكس من المعارض المهمة لشركة منفقي نشاركنا احنا بأكثر من سنوات عديدة في هذه المعرض المعرض من أهم المعارض اللي احنا نهتم فيها الحمد لله هذه السنة مشاركتنا جدا مميزة أبرزنا فيها كل المشاريع الجاهزة اللي عندنا حق سنة 2019 وإن شاء الله احنا متأملين أن 2020 تكون ننزل فيها مشاريع جديدة إن شاء الله حق البايبكس 2020 مثل هذه المعارض تعطي زخم للمطورين العقاريين وقوة في طلاع العالم على السوق العقاري البحريني ولكن من وجهة نظري كعقارية مثل هذه المعارض العقارية أتمنى أشوف معرض عقاري ضخم يضم هذه المعارض كلها حتى لو يكون مرة في السنة ولكن صداه بيكون قوي الكل فيه ببيع لأعلى مستويات لأن الناس بتنتظره لا شك المستثمر بالنسبة ل يعني المعرض هذه يعكس ثقة المستثمر في السوق العقاري وتنوعة ومشاريع الجديدة المطروحة فيه فالنوع هذه من المعارض تعزز يعني وجهة نظر المستثمر وتعطي أكثر من خيار ينظر فيه إن كان ودي يشتري خنقول بالنسبة حق السوشال هاوسينج أو في الهاي أند أو في الشقاق المتوسطة هذا المعرض السنوي يحمل في جعبته الكثير من المشاريع المتميزة ليكون بمثابة منصة لالتقاء البائع والمشتري تحت سقف واحد حدث سنوي يجمع الشركات العقارية الكبرى في البحرين يستعرض أحدث مشاريعها لكافة المهتمين بالشأن العقاري ليصبح المعرض من برن لتبادل الآراء والخبرات في مجال العقارات حول لليغرينيس بمركز الأخبار تلفزيون البحرين